من العاصمة السعودية الرياض رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري يعلن وبشكل مفاجئ استقالته من منصبه سعد الحريري وجه في خطاب الاستقال اتهامات عاددة لإيران وحزب الله بالتدخل في الشؤون الداخلية من خلال فرض الأمر الواقع بقوة السلاح كما وصف رئيس الحكومة المستقيل ما يعيشه لبنان في المرحلة الراهنة بالأجواء التي سبقت عملية اغتيال والده رئيس الحكومة اللبناني الأسبق رفيق الحريري متحدثا عن أخطار تحدق بحياته إننا نعيش أجواء شبيهة بالأجواء التي سادت قبيل اغتيال الشهيد رفيق الحريري وقد لمست ما يحاك في الخفاء للاستهداف حياتي وانطلاقا مما أؤمن به من مبادئ ورثها من المرحوم الشهيد رفيق الحريري ومن مبادئ ثورة الأرز العظيمة ولأنني لا أرضى أن أخذل اللبنانيين أو أقبل بما يخالف تلك المبادئ فأني أعلن استقالتي من رئاسة الحكومة اللبنانية استقالة مفاجئة سرعان ما خلفت هزة سياسية كبيرة بالمشهد السياسي اللبناني الذي يعيش أصلا على واقع انقسامات غير مسبوقة التوجس يطفو على الطبقة السياسية من تداعية الاستقالة على الوضع السياسي والاقتصادي فيما تعتبر أصوات أخرى أن الاستقالة خطوة سياسية جريئة الرئيس الحريري وصل إلى محل لا يستطيع أن يحمل الضغط الذي يحط فيه لبنان تجيه الشعوب العربية والتي تضغط علينا إيران وحلفائها وفي المستوى الأول حزب الله وحلفائي الموجودين حواليه أنا أقول أنه أنا مع الاستقالة يعني حكومة وبلد ناشف وجامل وبعتقد هي خطوة منيحة لسعد الحريري يعني خطوة منيحة منه كرجل دولي أنه استقال البلد سيكون من سيء إلى أسوأ أكيد لأنه سعد الحريري كان عم يساعد كثير البلد لأنه يصير أنه يمنع الحروب عن البلد ويمنع الإرهاب يطرح مراقبون لأوضاع المنطقة أسئلة كثيرة حول توقيت وتداعية الاستقالة سواء على المستوى الداخلي والإقليمي استقالة مفاجئة تدخل لبنان نفقا جديدا وتضع البلاد مجددا أمام وضع سياتي غاية في التعقيد لكن الثابت وفق رضو الفعل الأولي المسجم